أقيمت على مدى يومين مسابقة صيد الأسماك الحدق ضمن فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري وسط مشاركة واسعة وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 600 شخص على متن 150 قارب لاستياد أربعة أنواع من الأسماك وتأتي مسابقة الحدق ضمن النسخة السادسة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري الذي يقام بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وعوضا عن استياطئ أكبر قدر ممكن من الأسماك في كل نوع فاز الصيادون الذين اصطادوا أكبر سمكة فردية من حيث الوزن وفاز في المركز الأول ضمن فئة سمك ألهمور بدر الجابر وضمن فئة سمك الشعري حقق محمد النايب المركز الأول أما فئة الكنعد أحرز فاضل محمد المركز الأول وتمكن غلام محيط دين من الفوز في فئة الجد وأعربت اللجنة المنظمة لمسابقة الحدق عن تقديرها لجميع المشاركين في هذه الفعالية الرئيسية ضمن وموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث الشعبي مما يؤكد الاعتزاز بالمهن التي مارسها الإنسان البحريني قديما ما شاء الله شفنا أجواء تنفسية ما شاء الله من أمس التلفون هذا كل واحد مني يصيد سمكة طراشها ما شاء الله عدد كبير يعني يعني ما أقول لك يعني شيء بسيط يعني ناصر ما شاء الله الصيد على كيفك وانتو مثل ما جمتها والسمك اللي هي ما شاء الله ممسهل يعني الحمد لله هذه رزكي ما تدري وين هي لك الرزكي يعني ما تدري أن تدشيت منها منافسة منها يعني مسابقة يعني ما تدري تضرب معاك وتسفوز تعرف الجواز يعني قيمة الشباب يا بولا نسمك أحلم أنه ما فيه كان عاد كبار ما شاء الله وهو ميرح ليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بعضهم ما وزنهم بس اليونه وايد ما شاء الله عليهم والله أنا أتمنى أن المصابقة تكون دائمة لأنه يعني أول شان بتشوف بحارة كثيرة وياك من مناطق مختلفة من الزلق من المالشية من العسكر جاء ومحرق فأجواء حلوة أن تشوف الشباب كلهم اللي تتلاقوا في البحر من بعيد لبعيد سلم عليه تتلاقوا وياهني وتجتمع وياه تشوف ومنافسها وبغير بعد أن الجواز تحفيزية حق يعني الجواز اللي هو كانت بسيطة والله كثيرة بسية حلوة كمنافسة أنك أنت كبحار عشرين خمسة عشرين سنة يقولك والله هان طلع الأول في الهوامور طلع ترى بعد يعني شيء حلو ترى الأجواء المسابقة واجد حلوة تمام يعني أول شيء نشكر الشيخ ناصر بن حمد على المسابقة الموروث البحرية ونشكر اللجنة المنظمة على مجهودهم الكبير والمسابقة حلوة واجد بس يعني صارت أن القمر ما في قمر اليوم وكل شهر يطلع القمر أربعتين بخمسة ويختفي خب الشعري ما يطلع اللي في القمر يعني بيتنا ما قدرنا نحلق حق الشعري منافسة حلوة كنا في البحر وطريقة اللفاح وطريقة الصيد اللي يعني ما شاء الله حلو والله الحمد والله الحمد صدنا اليوم بعد هوامور في سبع كيلو منافسة حلوة كنا في قمر اليوم